قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع إكليل من الظهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في ذكرى تحريد سيناء وذلك بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة كما قام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الظهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات نفاضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات نفيا قاطعا ما تم نشره بإحدى الصحف الأمريكية بالدعاء أن مصر قد تداولت مع الجانب الإسرائيلي حول خطته للاكتياح المزمع لرفح الفلسطينية وأكد رشوان على الموقف المصري الثابت والمعلن عدة مرات من القيادة السياسية بالرفض التام لهذا الاجتياح الذي سيؤدي إلى مذابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع تضاف إلى ما عانى منه الشعب الفلسطيني الشقيق كما أوضح رشوان أن تحذيرات مصر المتكررة قد وصلت للجانب الإسرائيلي منذ طرحه فكرة تنفيذ عملية عسكرية في رفح بسبب الخسائر المتوقعة فضلا عما سيتبعها من تداعيات شديدة السلبية على استقرار المنطقة كلها وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة بقطاع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا استهدف حي السلام شرق مدينة رفح ما أصفر عن شهداء ومصابين واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لهيا ومحيط الشيخ زايد شمال القطع كما استهدفت غارة إسرائيلية منطقة الزيتون بمدينة غزة أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة مشروع قانون مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان حجمها 95 مليار دولار من جانبه قال رئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيوقع على مشروع القانون اليوم ليصبح نافذا وأضاف بايدن في بيان أن القانون سيعزز أمن الولايات المتحدة وإرسال رسالة للعالم مفادها أن واشنطن تقف بحزم ضد كل من يهدد أمنها مشيرا إلى أن واشنطن ستبدأ بإرسال أسلحة ومعدات إلى أوكرانيا هذا الأسبوع في المقابل أعرضت الصين بشدة إدراج ما وصفته بالمحتوى المتعلق بتايوان في حزمة من أربعة مشروعات قوانين أقرها الكونغرس الأمريكي تتضمن تقديم مساعدات عسكرية لتايبي وأحثت بكين واشنطن على الوفاء بالتزامها بعدم دعم استقلال تايوان بإجراءات ملموسة والتوقف عن تسليحها بأي شكل من الأشكال قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن التدريبات التي يبدأها حلف النيتو في الـ 26 من إبريل في فنلندا بالقرب من حدودها مع روسيا عمل استفزازي وأضفت ذخاروفا أن التدريبات العسكرية للحلف قرب الحدود الروسية مهمتها هي الضغط عسكريا على الاتحاد الروسي من خلال استعراض القوة مشيرة إلى أن التدريبات تزيد من خطر يقوع حوادث عسكرية محتملة قال مسؤولون إن حريقا شب في منشآت طاقة في منطقة سمولينسك في روسيا جرى أشاني أوكرانيا هجوما بطائرة مسيرة وذكر المسؤولون أن السلطات قامت بعمليات إجلاء من أجزاء من ليباتسك وفي سياق آخر قال حاكم منطقة ليباتسك إيغور أرتامونوف إن طائرة مسيرة سقطت على منطقة صناعية وأن عملية الإجلاء للسكان من المناطق المحيطة جاءت كإجراء احترازي ترجمة نانسي قنقر